الإنسان افتكر إنه هو أسكى من الطبيعة وإنه هيقدر يسيطر عليها ولكن زي كل مرة لما بيحاول الإنسان يعدل على الطبيعة بتتقلب عليها تعالوا نشوفي إزاي الإنسان مش بس خنق البحر بجهله وبعماله لكن كمان ضر صحته من سعد ما الإنسان اخترع البلاستيك أصبح البلاستيك بديل لحاجات كتيرة في حياتنا بداعي وبدون داعي وبدل ما نوفر البلاستيك للاستخدامات المهمة للأسف أصرفنا في استخداماته في كل حياتنا وأصبح البلاستيك شريك معانا في حياتنا اليومية وأصبحنا عايشين حرفيا في عصر البلاستيك الهدف الأساسي من إنتاج البلاستيك إنه هو خفيف وضد الكسر وسعره معقول وسهل التشكيل لكن المشكلة بدأت لما الإنسان بدأ يفكر يصنع من البلاستيك منتجات للاستخدام مرة واحدة ويرميها اللي هي بنسميها ديسبوزابل لكن البلاستيك اللي احنا بنستخدمه مرة واحدة وبنرميه بيفضل موجود في الطبيعة لمئات بل لألاف السنين ما بيتحللش ولا بيتكسر لأن الطبيعة مش بتقدر تخدمه زي ما بتخدم الزرع وزي ما بتخدم الحيوانات وحتى البناء أدميه البلاستيك بيفضل متراكم بكميات رهيبة في الطبيعة زي ما احنا شايفينها جد الإنسان أفسد الأرض شايفين مقالب البلاستيك وشايفين البلاستيك إزاي ملى البحر وملى الأرض وسبحنا الله الحياة البحرية تضررت بشدة وماتت أسماك كتيرة وأنواع بحرية كتيرة لنتيجة أكلها البلاستيك لأنها لا قدرت تهضمه ولا قدرت تتخلص منه وآخر تقارير بيئية قالت أن حوالي من 40% ل60% من الكائنات البحرية اندثرت بسبب البلاستيك اللي موجود في الماء مش كده وبس ده كمان لقوا أنهم كل ما بيصطادوا سمك بيصطادوا معا بلاستيك بنسبة أن كل 3 كيلو سمك وصدهم كيلو مخلافات بلاستيك ومع الزيادة المستمرة المتوقعة في إنتاج البلاستيك متوقع أنه يزيد السنين الجاية أربع أضعاف الكمية الحالية اللي احنا بننتجها وحيوصل لسنة 2050 أن كمية السمك اللي في البحار هتبقى أقل من كمية البلاستيك قالوا أن تقريبا كل كيلو سمك معا أكتر من كيلو بلاستيك موجود في البحر حتى لما فكروا أنه هم يحللوا البلاستيك ووجدوا بكتيريا ممكن تحلله اللي حصل أنه هو تحلل للجزيئات الأولية البلاستيك عبارة عن بوليمر ولكن الجزيئات الأولية ما زالت بلاستيك اللي هي بيسموها المايكرو بلاستيك أو النانو بلاستيك اللي برضو في اللي زي ما بنقول بلاستيك وموجودة في البيئة موجودة عيمة في المية وعالقة في قلب المية وموجودة في الأرض وفي الهوى كمان وفي كل شيء وللأسف الشديد المايكرو بلاستيك بتتغذى عليه الكائنات الأولية اللي موجودة في البحر اللي هي بيرجع يتغذى عليها السمك ومن بتهدمش اللف بطني دي ولا دي ويرجع يتغذى عليها الطيور والحيوانات والإنسان كمان لغاية ما وجدنا المايكرو بلاستيك موجود في كل شيء موجود حتى في المركبات العضوية الطبيعية زي الملح وعسل للنحل والعصاير حتى في الهوى كمان وجدوا المايكرو بلاستيك الشيء المرعب بقى لما لقوا المايكرو بلاستيك كمان موجود في براز الإنسان وفي عينات من الأنسجة الحيوية عينات من الرئة ومن الكبد والمحزن فعلا إنه هما كمان في أبحاث قالت إن فيه مايكرو بلاستيك في مشيمة الأم الحامل طب خطورة الكلام ده إيه؟ المايكرو بلاستيك بيقدر يدخل جسم الإنسان عن أي طريق عن طريق جوف الإنسان عن طريق الجلد عن طريق الهوى وبعد ما بيدخل على جسم الإنسان ويدخل على الخلايا الحية بيلخبطها لأن هي مش بتعرف تتعرف على شفرته فبيعمل حاجة من الاتنين يا إما بيغير شفرتها هي يا إما الجسم بيبدأ يتكون حوالي ناسيج علشان يحمي بقية الأعضاء منه فبيتكون الأورام الليفية والأورام السرطانية وللأسف الشديد فيه دراسات مرجعية كتيرة وجدت إن المايكرو بلاستيك ليه تأثيرات خطيرة على الأجنة لأنه سامل الأحماض النووية دي إن إيه؟ بتاع الخلايا وبيضع في جهاز المناعة وطبعا بيسبب فشل لبعض الأعضاء الحيوية الجسم الإنسان والتهابات للمفاصل وغيره طب هو ده الخطر الوحيد للأسف لأ الأخطر كمان اللي إحنا عايزين ننبه ليه النهاردة إن البلاستيك فيه مواد خطيرة جدا اسمها البسفينول أو اللي بيسموها البيبي إيه والبيبي إيه والبيبي إيه والفيثاليه دي كلها مواد موجودة من مكونات البلاستيك عملوا أبحاث على البيبي إيه أو المتعرف ووجدوا إنه هو ليه تأثير دار على الغدد الصماء والليه تأثير يشبه الإستروجين اللي هو الهرمون الإنسوي وسموه زينو إستروجين الهرمون ده لما بيزيد عند الستات بيعمل مشاكل كتيرة منها التكييسات المبايد منها سراطان السد ولنا أنه تخيل كمان لما بيزيد عند الرجال الهرمون الإنسوي ده ممكن يسبب إيه ووجدوا كمان إنه هو ليه علاقة بالعلاقة المباشرة بالخصوبة والذكورة والقدرة على الإنجام الكلام ده خطير ولازم ننتبه ليه لما تنشرت الأبحاث دي بدأوا مصانع البلاستيك يقرروا البلاستيك وينظفوه من البي بي اي اللي هي المادة اللي احنا تكلمنا عليها وكتبوا على البلاستيك بي بي اي فري وطبعا البلاستيك اللي مكتوب عليه بي بي اي فري بتبقى أسعار وغالي لكن العلماء من الناحية التانية ما سيكتوش خدوا العينات البلاستيك اللي انتشر في السوق البي بي اي فري وبدأوا يحللوها ويحللوا البلاستيك العادي وجدوا ان اللي اتنين فيهم ما زالوا فيهم الهرمون اللي بيشبه او يعني تأثيرات اللي بتشبه هرمون الاستروجين ليه لان مش البي بي اي بس هو اللي متسبب في المشكلة دي ولكن هو اللي كان يتعرف ولكن حتى الان البلاستيك فيه مواد اخرى ليها تأثير يشبه الاستروجين على جسم الانسان طب ازاي المواد دي اللي موجودة في البلاستيك بتوصل لجسمنا عبوات البلاستيك لما بتتعرض للحرارة المواد دي بتبدأ تدوب في الوسط المحيط فطبعا زي ما احنا متعودين لما منملكم الازيز البلاستيك ونركنها في قلب العربية او نغري في الاكل في السخن في الاطباق او في الكبيات بنشر فيها اي شيء سخن المواد دي بتبدأ انها تتسرب وتوصل لجسمنا فلازم نبقى واغدين بلدا جدا ومهتمين بصحتنا وبصحة اولدنا الانسان لما اكتشف البلاستيك اعتقد انه بيخلي الحياة سهلة وهو فعلا كان ممكن يخلي الحياة سهلة ولكن سوء استخدامنا والاسراف المفرد لنا في استخدامه كان وراء المشاكل الصحية اللي حصلت من وراء البلاستيك ده فالبلاستيك بقى عامل زي المارد وخطره بيجبر كل يوم تصوروا ان احنا بندمر البيئة بتاعتنا وبنفسد البحر وبنلوس البيئة وبنقذ صحتنا مع كل مرة بناكل وبنشرف فيها وده عكس امر ربنا لينا الا قال لنا كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الارض مفسدين صدق الله العظيم ترجمة نانسي قنقر